لون الشبل تواجه خطر الموت بعد حادث سير فهل هو حادث مدبر أم قضاء وقدر؟ فهي السيدة الثانية التي تقيم لها موسكو اعتبارا بعد أسماء الأسد خاضعة لعكوبات أمريكية وبريطانية وأحدى أهم أركان الدائرة المقربة من الرئيس السوري التي شقت طريق سلطتها من الشاشة إلى القصر وعلى خلاف مع سيدتي القصر أسماء الأسد وبوثين شعبان حتى الآن تفيد الرواية الرسمية السورية عن مكوث الشبل في العناية المشددة في إحدى مستشفيات دمشق بعد تعرضها لحادث مروع تسبب لها بنزيف في الرأس لكن ما أثار شكوك أن زوجها عمار ساعاته منع من السفر الأسبوع الفائت كما أنهى وزير التعليم العالي في الحكومة السورية خدماته وتصفية حقوقه منع من دخول المستشفى وفشلت محاولاته نقها إلى بيروت فاستقدم أطباء من لبنان لمعينتها وأكدوا له أنها بحاجة لمعجزة لتنجو ووفق مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن فأن شقيقها العميد ملهم الشبل اعتقل منذ شهر للاشتباه به بتسريب معلومات عن تحركات الحرس الثوري الإيراني الذين قتلوا في السفارة الإيرانية في دمشق وهو تحت الإقامة الجبرية بتهمة التخابر الخارجي والسؤال الأبرز هل الحادث مدبر ويهدف إلى تصفيتها؟ لون الشبل صربت محاضر لقاءات بشار الأسد مع قادة من الحرس الثوري الإيراني والإيرانيين لما صربتهم لروسيا أو عبر روسيا صربوا لإسرائيل هناك مطالب بإعادة ملايين الدولارات التي جرى جمعها بطرف غير مشروعة من خلال المصالحات التي كانت في دمشق وريفها مع المقاتلين الذين سمحت لهم بخراج الآثار والأموال للطائرة التي كانت بحوصتهم ودهت باتجاه الشمال السوري يبقى كل ما يتردد في إطار التحليلات فهل تكشف الأيام المقبلة أي جديد؟